أهلاً وسهلاً بكم في قناة بوسي كروشي سنقوم بعمل مع بعض النهاردة وحده شكلها جميل قوي سنقوم بعمل الدايرة السحرية بعد ما عملنا الدايرة السحرية سنقوم بعمل غرزة سلسلة سنقوم بعمل 6 غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نقوم بعمل الدايرة السحرية سنقوم بعمل 6 غرزة حشو سنقوم بعمل غرزة حشو وهو تقوم بعمل غرزة منزلقة سنقوم بعمل سلسلة لم يكن اعتبرها اي شيء اعتبرها ارتفاع الدوري الثاني وهروح على غرزة الحشو اللي بعدها على طول وادخل وعمل فيها غرزتين حشو كده واحد كده اثنين وهروح للغرزة اللي بعدها وهعمل فيها غرزتين حشو واحد اثنين في نهاية الدور ده هيكون معي 12 غرزة حشو واللي بعدها هدخل فيها وعمل فيها غرزتين حشو الدور ده كله همشي تزايد هعمل فيه كل غرزة حشو وعمل فيها غرزتين حشو وصلت عند اخر غرزة وهعمل فيها اثنين غرزة حشو واحد اثنين يبقى كده هيكون معي 12 غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اثنين 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 ثلاثة اثنين 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 هدخل في الثانية اثنين 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 ثلاثة اربعة خمسة ستة وهدخل في نفس المكان اللي عملته فيه غرزة العمود باربعة لفة وهدخل وعمل غرزة حشو يبقى تكون معي بالشكل ده كده هرتفع كمان ستة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهلف الخيط على الابرة اربع مرات وهروح للغرزة اللي بعدها على طول وهدخل فيها وهسحب الخيط هلف الخيط واطلع من حلقتين وهلف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين وهلف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين وهلف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة هشتغل غرزة عمود هلف الخيط على الابرة مرة واحدة وهشتغل غرزة عمود بلفة في تاني غرزة هشتغلها في غرزة العمود باربعة لفة اللي انا كنت بعملها بسيب فتلة اتنين وبعد اتنين وبدخل فيها بعمل غرزة عمود بلفة عادية بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبعد كده بلف الخيط وبطلع من الثلاث حلقات تكون معي بالشكل ده كده بعد كده برتفع ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي نفس المكان اللي عملت فيه غرزة العمود باربعة لفة بدخل فيه بعمل غرزة حشو تكون معي ورقات بالشكل ده كده شكلها جديد ومميز اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبلف الخيط على الابرة اربع مرات وبروح للغرزة اللي بعديها وبدخل فيها وبسحب الخيط بلف الخيط على الابرة وبطلع من حلقتين وبلف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين بيفضل معي حلقتين على الابرة بعد كده بلف الخيط على الابرة وبشتغل في غرزة العمود باربعة لفة ثاني فتلة بدخل فيها وبسحب الخيط بعمل غرزة عمود بلفة بلف الخيط وبطلع من حلقتين بيتبقى معي ثلاث حلقات بلف الخيط وبطلع من ثلاث حلقات مع بعض بعد كده برتفع ستة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبدخل في نفس المكان اللي ارتفعته منه العمود باربعة لفة وبعمل غرزة حشو بكون معي ورقات بالشكل ده كده او بتلات شكلها جميل وجديد بفضل ماشي بنفس الطريقة ان انا برتفع ستة سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبالف الخيط على الابرة اربع مرات وبروح للغرزة اللي بعديها على طول بشتغل غرزة عمود باربعة لفة من انا بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين كمان وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابر بعد كده بلف الخيط على الابر مرة واحدة وبعد تاني فتلة في غرزة العمود بربعة لفة بدخل فيها وبسحب الخيط وبلف الخيط على الابر وبطلع من حلقتين بيتبقى معي ثلاث حلقات على الابرة بلف الخيط وبطلع من الثلاث حلقات مع بعض وبعد كده بارتفع ستة سلسلة نين تلاتة اربعة خمسة ستة وبدخل في نفس المكان اللي ارتفعت بين غرزة العمود باربعة لفة وبعمل غرزة حشو تكون معي بالشكل ده كده وهفضل ماشي بنفس الطريقة هكمل لاخر الدور وهارجع لكوتين وصلت لاخر غرزة وارتفعت ستة سلسلة هلف الخيط على الابرة اربع مرات وهروح للغرزة اللي بعديها اللي هي اخر غرزة وهشتغل فيها غرزة عمود باربعة لفة كده بلف الخيط على الابرة واشتغل في تاني فتلة في العمود باتنين لفة اربعة لفة بعد كده بارتفع ستة سلسلة تلاتة اربعة خمسة ستة بدخل في نفس الغرزة وبعمل فيها غرزة حشو قبسة بعد كده بارتفع غرزة سلسلة تثبيت للشغل بتكون معايا بالشكل ده كده ورده جميلة طريقة البتلات بتاعتها جديدة ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكملها مربع ويبقى مربع جراني يكون معنا بالشكل ده كده لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة